السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله البطاطس المقلية من اكثر الاطعمة المحببة حول العالم الا ان الافراط في تناولها يرتبط بمشكلات صحية خطيرة وفقا لموقعي health و eat this اليك تأثير لتناول البطاطس المقلية يوميا على صحة الدماغ ووظائف الكبد ومستويات ضغط الدم تأثير تناول البطاطس المقلية على مستويات الضغط المحتوى العالي من الكربوهايدرات في البطاطس وخاصة تأثيرها على مستويات السكر في الدم يؤدي دورا مهما في خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم بالاضافة الى ذلك الملح المضاف والدهون المستخدمة في طهي البطاطس تسهم في ارتفاع ضغط الدم تأثير تناول البطاطس المقلية على وظائف الدماغ الزيوت المستخدمة في القلي والتي تحتوي على احماض دهنية غير مشبعة وغير صحية تتراكم في الجسم وتؤثر سلبا على وظائف الدماغ ما يؤدي الى ضعف الذاكرة والادرات وزيادة خطر الاصابة بالتهاب الدماغ تأثير تناول البطاطس المقلية على صحة الكبد عملية القلي العميق للبطاطس تنتج دهونا متحولة وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي ترتبط بزيادة خطر الاصابة بامراض القلب والكبد هذه الدهون تسهم في تراكم الدهون في الكبد ما يؤدي الى تدهور وظائفه اضرار اخرى لتناول البطاطس يوميا زيادة الوزن ارتفاع نسبة السكر في الدم مشكلات الجهاز الهضمي شيخوخة البشرة دمتم بصحة وعافية موسيقى 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 موسيقى